مرحبا بكم درس جديد من دروسة الإنجليزية للمرحلة البدائية اليوم درس جديد من كتاب النشاط للصف الرابع الابتدائي English for the Work Activity Book باستوى 62 و 63 من وحدة الخامسة الدرس الرابع قبل لعمل الدرس من هذا اليوم إذا كنتم جديدي من القناة لا تنسوا انشراك في القناة تعفودي وصعرات و في دعم الفيديو دعم القناة ايضا امكانكم التراك في القناة تليغرام بالمعرفة ظاهر امامكم اضو البرموجود باللوسوف الخاص بهذا الفيديو مثل ما تشوفون عندنا مجموع من التمارين سنتعلم الطريقة الصحيحة لحل كل تمارين من هذا التمارين موجودة امامنا نبدأ باول تمارين يقول لنا Look at the zoo طاوع على الحديقة Can you find these animals تقدر تعتر على هذه الحيوانات Match طابق عندنا الكلمات Giraffes اللي هي Giraffes اللي هي Elephants Crocodiles Monkeys Tigers Paras يليد من عندنا انطابقين نحن نعرف معنا هنا اول شيء حتى نقدر انطابق المكتوب اتقام من 1 الى 5 1 2 3 4 5 6 سنقوم بخلص كل صورة امام الكلمة المناسبة لدينا مثلا Giraffes اللي هي وهي ببغاوات نمبر سيكس إذا راح نخلي هاي الألقاب قدامين مثل ما شوفون هذا الحل الخاص بهين من بعد يقول لنا لك هذا تايم تايبل باع على الجدول المواعيد وأجيب عن هاي الأسئلة عندنا مجموعة الأسئلة تعلق بهذا التايم تايبل يقول لنا هذا تايم تايبل اللي هو جدول المواعيد لحديقة الحيوانات موعد الشاي ساعة أربعة موعد مغادرة الباص يكون بالخامسة والنصف موعد مغادرة الباص بالخامسة والنصف عندنا الاكتيفتيز أو الفعاليات الفعاليات اللي راح يسووها بالزو الزو أول شي اللي حيشوفون الحيوانات اللي بعد الساكند سي الكروكوديلز يشوفون التماسيح والثيرد سي ده منكيز يشوفون الغردة وفورث يكون هذا مخير لكم أو إلك الفعاليات اللي تريد سوو بها يقول لنا what is the first activity شنو النشاط الأول اللي راح يسوه طبعا what are you going to do at 4 o'clock شنو راح يسوه ساعة أربعة طبعا عندنا العباد التى تى موعد الشاي what animals do you like best حين الحيوان اللي تحب هكترشيد تقدار تخلي أي حيوان من تدني إجابتك تكون صحيحة what time does the bus بساعي غادر الباس طبعا هاي الإجابة طبعا الإجابات متل ما نشوفون see the elephants i like paros ممكن نقول I like tigers I like monkeys إلى آخر What time does the bus leave at 5.30 هذه الإجابات الصحيحة لهذا التمرين ننتقل إلى Pay 63 صفحة 63 يقول لنا The zoo shop اللي هو المتجر اللي موجود بحريقة الحيوانات طبعا يحتوى على Apple juice Candy floss Popcorn Hot dogs Kebab والبيزا Apple juice Candy floss اللي احنا نسميه شعر بنا Popcorn اللي هو الفوشار أو الشامية Hot dogs اللي نقانق Kebab Kebab والبيزا راح نسمع المقطع الصوتي ونأشر Track 87 Listen Point And say Apple juice Candy floss Popcorn Hot dogs Hot dogs Kebab Pizza نعم مثل ما اسمعنا المقطع الصوتي هل سيقول لنا Listen and write How much السمع وايكتب بيش يعني جد السعر هذا الشي Apple juice With candy floss With popcorn Hot dogs With kebab And pizza Track 88 Listen And write How much Hello What do you want The apple juice Is 450 Dinar And the candy floss Is 300 Dinar There is pink Blue And white Candy floss Can I have A pink Candy floss Please That's 300 Dinar How much Is the popcorn It's 550 Dinar For a box Can I have Some popcorn And a pizza Please The pizza Is 850 Dinar Thank you Yes As we heard The pizza And the prices Of course We have food And the price The price Of course Is the price Of course We have apple juice 450 Dinar Candy floss 300 Dinar Popcorn 550 Dinar Hot dogs 650 Dinar Kebab 1000 Pizza 850 Dinar Total If you have A lot of money It's 3,800 What do you want to buy at the zoo How do you want to buy at the zoo How do you want to buy at the zoo Can you get out of the zoo Can you get out of the thing That's why you love to buy at the zoo And you can get out of the things that you like to buy at the zoo This was all the time That's all we have been learning this day I hope you get out of the video All of the time In the course of the course Of course If you forget to subscribe to the channel If you like the video If you're watching the videos And you can subscribe and like the video If you can also like the video اشتركوا في قناة تليجرام بالمعرف الظاهر امامكم او بالرابط موجود بالوصف الخاص بهذا الفيديو التقيكم في درس اخر و الى اللقاء